تفسير رؤية التفاح في المنام يدل رؤية التفاح في الحلم على الجاه والذكاء وتحقيق الأهداف المخطط لها وتختلف تفسيرات ودلالات التفاح في المنام حسب كل رؤية وسنتابع تلك الاختلافات من خلال هذا الفيديو شراء التفاح في المنام للعزباء التفاح في المنام هو همة الشخص التاجري تجارته للمزارع زراعته وللصانع صناعته وهكذا أما للفتاة العزباء التفاح هو همتها في الحياة يعبر عن مستقبلها وحياتها التي خططت لها من قبل والتفاح الأحمر يدل على الحصول على ما تتمنىه على الزوج الصالح وخاصة الزواج من شاب متدين يدل على رغض العيش والسعادة في هذا الزواج تفسير حلم إعطاء التفاح في المنام التفاح أولا يدل على الملك والسلطة يدل على الأولاد المتزوج والمتزوجة يدل على الوظيفة المرموقة والمركز العادي وهذا خاصة التفاح الأحمر عصير التفاح يدل على الغضر والخيانة من قبل أشخاص مقربين التفاح الأصفر مكروه في المنام ويدل على المراد والحزن التفاح الأبيض يدل على الغنى والثراء ما تفسير رؤية قطف التفاح في المنام؟ شجرة التفاح تدل على الرجل التقيي الورع القوي الأمين ومن رأى أنه يأكل تفاحة وكان طعمها خلو تزوج إن كان أعزب من فتاة جميلة وإلا ربح من تجارته أو صناعته إذا كان متزوجا أو رزق بمولودة أنثى وقطف التفاح يدل على حصوله على مال من مصدر حلال وبدون جهد وسيسمع ثناء حسن عفوا وينال محبة للغير تفسير أكل التفاح الأحمر في المنام للعزباء إذا كان التفاح في المنام يتميز بالمدايق الحلو الطيب فهذا يدل على سعة الرزق والمال من مصدر حلال وإن كان طعمه حامض فهذا يدل على الأنكاد وأن المال من مصدر حرام والتفاح الأحمر في منام الفتاة العزباء يدل على قرب زفافها على شاب ذو خلق ودين وتسود بينهما المحبة والمشاعر الطيبة ما تفسير رؤية تقطيع التفاح في المنام التفاح في المنام يدل على الإيمان والتقوى والعلم والحكمة فمن نال منه شيئا نال العلم والحكمة وشجرة التفاح تعني الرجل المؤمن المحبوب من الناس وزرعها والاعتناء بها يدل على رعاية يتيم أو حب فعل الخير وتقطيع التفاح وتوزيعه فهو دليل على تقديم المال للغير والاعتناء بهم ومساعدتهم تفسير حلم إعطاء التفاح في المنام للحامل ورد في التفاسير أن رؤية التفاح الأخضر والأحمر محمودة في منام المرأة المتزوجة والحامل ولكن أكل التفاح له ما غير مستحب في المنام وقد يدل على الفواحش والزنا أو أن الزوجة تشتهي غير زوجها والتفاح في منام المرأة الحامل يدل على قرب موعد الولادة وستضع مولودها بسلامة ويسر ظهور التفاح في المنام تفاح في المنام يدل ظهوره على الأولاد فالتفاح الأبيض يدل على الوظيفة التي يهتم بها صاحب الرؤية وعلى نجاحه في عمله أو مهنته التفاح الأحمر يدل على المال والجاه ومحبة الناس والثناء الحسن عدد التفاحات في المنام يدل على عدد السنوات لمن يترى قصم صبقياد مرموق إذا رأى تفاحة منقسمة إلى نصفين فهذا يدل على الخصام والفرقة بين صديقين أو في علاقة مع زوجته تبسير حلم أكل التفاح الأخضر في المنام للعزباء التفاح الأحمر يدل على مشاعر الحب والتفاح الأصفر يدل على المرم والهم أما التفاح الأخضر فهو يعبر عن الطموح وتحقيق الأمل كما تدل التفاح الواحدة عن الرغبات المكبوتة والتفاح المتعفن أو المتغير لونه وطعمه يدل على العلاقات الأسرية المضطربة أو علاقات عاطفية غير ناجحة رؤية أكل المشمش من شجر التفاح تدل على الهموم والأمراض شكرا